بيت يا رباك، انتي سايبة فصلك ودروسك وحالك ومحتالك وعملة توري في المدرسة زي النحلة ليه؟ بدور عليك يا ميس، وبدور عليك إن شاء الله، عايزتك دي عمدي درس؟ لا، لا، لأ تلوقك، ليه لأ؟ ولما تسقطي و تجيبي درجة زي الزفت زي وشك في التاريخ، هم؟ هتبقي مبسوطة؟ ضميرك هيبقى مرتاح؟ انا وخدت معاك درسة عشر تاريخ، انتي بتقول لي يا بيت؟ بقول إن البت اللي دايماً بتهزقيني بسببها وبتدفعها هنا من شوية مسكت بكيس بودرة، والدكتور عماد خدها في مكتبه ويطلب لها البوليس درسة، انا ليس سويت؟ ما تحاوليش تنكري يا فرح عشان في كاميرات حتثبت كلام مستر مهام؟ يا بنت بطالي كيدبي بقى، أنا شايف الكيس بيهنية وهو بيقع من جيبك وانت بتحاسبك كافة تاري على الحاجة السائعة لا، الكيس ده مش بتاعي، ده كان واقع على الأرض ورادي من قبل ما ندخل أصلاً استعجيل يا صفاء تفريق الكاميرات، عايز الفيديو يكون جاهزة قبل ما تطلبها البوليس حاضر يا دكتور بص حضرتك لازم تبلغ أهلها، بنت ليه بتغيب كتير وتايها كده ومش مركزة، وأنا سبق وكلمت الأخصية لاجتماعية عليها بيجي قلبي بمصيبة قديمة هي عرفاها، مع ذلك قبلتها عشان خطر بابا ومامتهم مامتك كانت عدي هنا من يومين ثلاثة وسألتنا عليك، ست وكورة ومحترمة، وباباكي كمان راجل ناجح وعظيم، أنا مش عارف ازاي خالفه ومانت ضايعة زيه أنا ما عملتش حاجة، ومستر مهادة كداب أنا كداب؟ اه، هو مين ده اللي كداب؟ يا بتي قللت الأدب يا عدمت الربال، وبعدين بتتكلمي عن، بتتكلمي عن مستر مهابل مستر مهابل اللي المدرسة كلها بتحلب بأخلاقه وآدبه ورقيه وتربيته؟ معلش يا مستر مهابل، هتستنى إيه من بيت قللت الأدب زي دي؟ ام السحفية الله يخليك يا مصدفة إلا هو أنت كنت كدبت في إيه يا مستر مهابل، ما تفهموني؟ أنت بتعملي إيه؟ أنا، أنت مش حديك حسة دلوقتي؟ حسة إيه؟ يعني أنا لما عرفت أني سمعة المدرسة على المحاك، أعمل فيها من بانها، وأفضل قعدة في الفصل، وزيبك تواجه أعبائك لوحدك؟ لا، أعملي من بانها، وسبيني لوحدة وجهها أعبائي، وأنا هعرف أتصرف لا، لا يا أستاذ عماد، ما تكونش عليّ، وبعدين هو ده الكيس، صح؟ أوه هو ده الكيس، اللي هاتمسعك بيحاكين، ما أنا عارف أشاكله، بس أنا لحد دلوقتي ما عرفش ده بيتشام، ولا بيتشرب، ولا بيتاكل، ولا بيحصل في إيه؟ عندك فكرة؟ لا، ما عنديش، وتفضلي روح على فصلك أروح على فصلي إزاي؟ ما حضرتك عارف أن أنا معناي، معناي بالموضوع ده؟ مش البيت دي، أمهة لسه جاية من يومين، آه، وطلبت إن هي تقض معي على انفراط في المكتب بأمرت ما تراديتك ترادت مي؟ آه تراديتك، أنت مستكبر تقول كده ده مستر مهاب ولا إيه؟ ده مستر مهاب مننا وعلينا، عادي يعني ترادتك علشان هي كانت حايزة تفضل قعدة معي، وتترجاني، تترجاني علشان تدي البنتها درس الست عاوزاني أرفدك أيوة، كانت عايزة ترفدني عشان أفضل فاضية للبيت، وما يبقاش ورايا غيرها، لعلمك يا بيتانتي، مش معانا أن أنا هتديك درسة، أن أنا ترمخ عليك وعالعميلك احنا عادينا أصلا بنرغي في إيه وبنتكلم في إيه، نطلب البوليس، آه البوليس دلوقتي حالة، بنعط رصيد ولا إديك موبايلي بقول لك يا يا مستر مهاب، تكلم البوليس، رقم واحد من ثلاثة ده رقم الإسعاف يا من الصادفة وإيه المشكلة، ما الاتنين بيبلغوا بعض، وبعدين البت دي مش خارجة من هنا غير على حجم الاتنين، يا الإسعاف، يا البوكس ادخل أنا اللي أقول ادخل ولا ما يدخلش؟ عادي واحد يعني ملك يا حبيبتي فيك أنا اللي أسأل لي يا عينة مبتبية؟ احنا كده طول عمرنا نيجي على الهايفة ونتصدق، اسألها مالك يا بنتي يا مستر مات عبانة قوي، مش قول الطالبة مش راضية تديني إذنه فضل روح على العيادة، مش فيه دكتورة في المدرسة، روح يخليها تشوفك يا نهاري سود، البيت واعت، جرالها إيه؟ لا يكون حصل لها حاجة، لا تكون ماتت، يا نهاري سود وميت يا حبيبتي يا نانسي، البيت تعبانت ماتت ولا إيه؟ اشترك في بقات واتشت الشهرية 14 جنيه 99 أرش وبقات سنوية 149 جنيه 99 أرش ترجمة نانسي قنقر